تعالوا بقى نروح نشوف نهاردة الصبح كان الاجتماع الفني لمبارات الأهلي والزمالك في نهاية كاس مصر اللي هتكون طبعا مقامة على ملعب الأول بارك إن شاء الله بكرة حضر الاجتماع كابتن خالب بيب ومدير الكرة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق والعميد علاء صلاح المنصق الأمني في حضور اللجنة المنظمة من الاتحادين المصري والسعودي خلال الاجتماع طم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقمه الأحمر والشرطي الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس مرمى النادي الأهلي الطاقم الأزرق بالكامل بينما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس المرمى طاقم باللون الأصفر بالكامل وتم التأكيد على إن المباراة سوف تقام أو تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة في حالة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نص ساعة طبعا بواقع شوطين وفي حالة استمرار التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء ناقش طبعا الاجتماع التفاصيل الخاصة المتعلقة بموعد وصول الفريقين والنزول لبدء عملية الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة ده شيء مهم جدا الاجتماع المعتاد قبل كل المباريات النهائية ترجمة نانسي قنقر